تسع سنوات من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثية على الشعب اليمني بدعم إيراني تسع سنوات لم تتوقف فيها محاولات الحوثيين ليس فقط للسيطرة على أرض اليمن بل وكذلك لتغيير خريطة اليمن السكانية وهويته الثقافية صنوف من الانتهاكات ارتكبتها الميليشيا الحوثية خلال السنوات التسع الماضية في مناطق سيطرتها لا سيما العاصمة صنعاء فلم تبقي الميليشيا شيئا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها إلا واستغلته دعما لمشروعها الطائفي فحولت المساجد وجميع مرافق الدولة إلى منابر لنشر الفكرة الطائفية التي يدعمها النظام الإيراني أما عن المدارس فقد تم تغيير المناهج وتزييفها وبالطبع عزل مسؤولي الجامعات ليحل محلهم موالون للميليشيا الحوثية وأفكارها ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تخطاه إلى تدمير الآثار والتراث اليمني وقولبت الصحافة والإعلام بما يتوافق مع أهداف المخطط الحوثي الإيراني خطط الحوثيين لتغيير الخريطة السكانية لليمن بدأ تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيا منذ الأيام الأولى لسيطرة الميليشيا على تلك المناطق فقد استهدف النسيج الاجتماعي اليمني بطمس الهوية الأصيلة للمجتمع الجامع لصالح إحياء الهويات الطائفية والعرقية والمناطقية وكذلك عبر عمليات التهجير القسري الممنهجة وعمليات الإحلال السكاني وهو نفس المخطط الذي تنفذه الميليشيات الموالية لإيران في كل من العراق والسوريا ولبنان ما يجري في اليمن إذن بحسب محللين هو أكبر من مجرد صراع مسلح على خطورة ذلك وأهميته فما يجري هو عملية هدم ممنهجة للمجتمع اليمني ومن ثم إعادة بناء ذلك المجتمع على أسس مذهبية وطائفية تلك الوصفة الإيرانية التي أثبتت على مدى السنوات الماضية مدى قدرتها على تمزيق المجتمعات وإضعاف الدول وهدم مقوماتها ليضمن نظام طهران استمرار نفوذه في التمدد في المنطقة ولو كان ذلك على أنقاض دولها وحطامها المجتمعي